لقد أعددنا لك اختبار لتنمية ذكائك ولكن لا أعتقد أنك تستطيع حل هذه الألغاز بسرعة وعلى رغم من ذلك لا ترفض مثل هذه الفرص لاختبار قوة عقلك وأنا على يقين من أنني سوف أفاجهك لأن بعض هذه الألغاز يمكن أن تكون قوية على دماغك بالفعل العبقرة فقط يمكن محل هذه الألغاز في ثلاثين ثانية لغز المكعبات يمكنك أن ترى هرما عاديا ولكن هل يمكنك حسب عدد المكعبات التي يتكون منها؟ قد يبدو أن هذه مهمة يمكن لأي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يتعامل معها بهذه الطريقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا كل شيء ولكن لا تتصرع في أن تبتهج وتبتعد عن الشاشة لأنها ليست مهمة بسيطة كما يبدو ومن الواضح أنك نسيت أن تحسب تلك المكعبات التي بدونها يمكن للهرم أن ينهار ببساطة والآن حاول مرة أخرى ويمكنك حتى أن ترسمه لتعرف الحل موسيقى الجواب هل تمكنت من رؤية المكعبات الأربعة المفقودة؟ إن الإجابة الصحيحة ليست ستة بل عشرة مكعبات الكلب انظر إلى هذه الصورة جيدا ثم حاول أن تكتشف ما تخفيه قبعة هذا الرجل العجوز موسيقى موسيقى الجواب خلال ثانيتين فقط سوف يتحول هذا الرجل الملتح لطيف إلى كلب يأكل العظم إذا نجحت في اكتشاف ذلك يمكن أن ينهنيك على تفكيرك الممتاز البنضة هنا صورة أخرى لك ولكن هذه المرة لن تحتاج إلى تحويل أي شيء بل في هذه الحالة عليك أن تكون شديد الملاحظة حسنا أين تختفي البنضة موسيقى 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 الجواب إنها هنا تبتسمناك انظر إلى هذا الرجل الأشقر في المقدمة يتم إخفاء البند الصغيرة وراء شعره رقم مفقود حسناً دعنا لنعذب بوصرك أكثر من ذلك حيث سنستخدم الآن العقل والتفكير الرياضي أنا على يقين من أن منطقك لن يخذلك لذا فسؤال ما هو الرقم الذي يجب أن يكون في مكان علامة الاستفهام يمكنك الحصول على الجواب إذا قمت بعملية الضربة ترجمة نانسي قنقر الجواب إن الرقم الذي يقع على الجانب العلوي من هذا الشكل هو نتيجة لضرب العدد ستة في عشرة وبالتالي من أجل أن تعرف ما هو الرقم يكفي أن تضرب عشرة في تسعة وتحصل على تسعين هل ترى أن هذا اللغز لم يكن صعباً على الإطلاق؟ وجوه خفية انظر إلى هذه الشجرة قد يراودك شعور بأن شخصاً ما ينظر إليك ولكن لا داعي لتسرع بل عليك أن تكون شديد الملاحظة لأن هناك العديد من الناس الآخرين المختبئين في هذه الصورة هل يمكنك العثور عليهم؟ اشتركوا في القناة هناك ما يصل إلى عشرة أشخاص في هذه الصورة انظر أين يختبئون مربع أعواد الكبريت ربما هذا هو أصعب اللغز في قائمتنا اليوم وإذا قمت بحله يمكنك أن تعتبر نفسك عبقري لكن يجب عليك تركيز أولاً هناك أربعة من أعواد الكبريت أمامك وتحتاج إلى نقل واحد منهم فقط لصنع المربع ما هي الطريقة المناسبة للقيام بذلك؟ الجواب الجواب الكبريت الوفقي حتى تتطابق أطراف أعواد الكبريت الأخرى وبالتالي يمكنك أن ترى أنه بهذه الطريقة ستحصل على المربع على رغم من بساطة هذا اللغز لأنه يتطلب الذكاء والتركيز العالي لحله أخبر أصدقائك بهذه الألغاز لتختبر قوة ذكائهم ولا تنسى إخبارنا في تعليقات كم من الألغاز التي تمكنت من حلها قبل 30 ثانية إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم